ندخل على موضوع تيدي وهو ايه ندخل على كان في مؤامرة الفترة اللي فاتت وانتو مش هتصدقوا ولكن دي الحقيقة دي الحقيقة ما هي المؤامرة يا عم محمد يا اسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء الفيسبوك اعمل بس لايك وشير الاول واعمل لايك جبار زي ما قال المستشار ايه هي المؤامرة اعمل حاجة اولا كان ايه المؤامرة بس تردوا علي في التعليقات هتكلم وتردوا علي في التعليقات المؤامرة يا محترم الاهلي عنده مين يوم الاربعة الاهلي عنده مين يوم الاربعة عنده غزل المحلة فين هنا في القاهرة ولا في المحلة في المحلة ردوا علي لما اتكلم الفيسبوك واليوتيوب ردوا علي الاهلي عنده مطش غزل المحلة في المحلة هل المطش ده سهل على الاهلي او على الزمالك لا طبعا صعب ولكن الفرق ما بين الاهلي والزمالك ان الزمالك بيدخل المحلة علاقة وده علاقة احترام يكسب يتغلب كورة انما الاهلي مش محبوب في المحلة ولا محبوب في برسعيد ولا في اسماعيلية ولا في السويس بس احنا الاكتر تتويجن يا بليلة يقد يعمل لك كده عارف انت العيال دي المهم سيبك من العيال دي مطش صعب على الاهلي والاهلي لو اتغلب المطش ده فارق النقاط والزمالك كسب الجيش يوم الاربعة ان شاء الله فارق النقاط هيبقى نقطة واحدة طب الاهلي يعمل ايه هل الاهلي هل الاهلي وبرضه عايزك ترد علي في التعليلات هل الاهلي بيحب يلعب كورة بس لا الاهلي بيلعب بره الملعب الاوي يسافلت ويماهدددنيا وبعد كده يدخل الملعب بقي يلعب اللي هو ايه الروتين انما الاهلي بيخلص من برا الملع الاهلي بيخلص من برا الملع فرقة المحلة كسبانا ثلاث مطشات انا بحكي لك الموضوع عشان تفهموا استحملني شوي يعني انا قاسف فرقة المحلة كسبانا ثلاث مطشات ومتعدلة مطش والمركز التاني في الدوري وبابا سابليو ده عمل شغل كويس معاهم ولعبت المحلة بسم الله ما شاء الله والحكاية والرواية وفرقة المحلة وقفة على رجلها مين جاي للمحلة على ارضها وفي وسط جمهورها قل لي اكتب لي مين جاي للمحلة في مدينة المحلة البسيلة مين الاهلي الاهلي رايح للمحلة المحلي يعملوا ايه عشان المطشة يتساهل عليهم بدأ اللعبة من تحت لتحت وبدأ ضرب استقرار المحلة طب مين عمل استقرار للمحلة اللعيبة مش اقدر اضرب يعني بتلقى كم انا عاوز اضرب واحد بس مين هو الواحد ده اللي اضربه المدرب بدأ الشغل مع الوكيل لأ في عروض المصري مش عارف مين عروض خارجية هتاخد بالدولار هتاخد باليورو هتاخد بالليسترليني وقعدوا مسكوا دماغ المدرب بتاع المحلة عملوا له غسيل مخ لولا المسئولين المحترمين في المحلة ومحافظة الغربية تدخل بنفسه ورئيس شركة غزل المحلة والناس رجال الاعمال تدخلوا في الموضوع ده واحبطوا مؤامرة كانت هتفتك ب غزل المحلة ما هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مالك عاوز بالدولار انت لسه فاكر دلوقتي عاوز بالدولار? لسه فاكر دلوقتي عاوز بالدولار؟ ايه الصدف الحلوه دي؟ ربا صدفة خير من الف مئات. ايه الصدف الحلوه دي؟ بقول لك ما بيلعبوش داخل الملعب عشان كده بصوت للعيبة الزمالك فريرة حط تشكيل حلو فريرة حط تشكيل وحش انزل موت نفسك اكسب بضربة جازاء اكسب اوباما يجيب جنب افا عمر السيسي يجيب جنب رجلو اللي اتنين اكس خدت ثلاثة بنت وبعد كده نقول فريرة وحش ولا حلو فريرة عمل تغيير وحش ولا عمل تشكيل حلو وده نيدق للعيبة الزمالك اللي انا عارف ان هم بيسمعوني اكسب لان انت بتلاعب لوبي صعب هم مشهورين بكده دمروا الاسماعيلي ودمروا بيرامتزو هم مشهورين بكده وبيحاولوا يضربوا المستشار مرتضى منصور قضايا يصحى منهم شتامي قالك ايه قالي يا وحش اجري على المحكمة ينام ويصحى منهم اخ في ايه اتشتامت من اربع سنين يرديك كده لا طبعا ما يردنيش انا رايح حرفها عادية انا هعمل بلاغ اصله افتكر ان هو اتشتام من اربع سنين يا سبحان الله يحيي العزامة وهي رميل فده بالنسبة للمخطط اللي الحمد لله مسئولين المحلة المحترمين اه يعني هم احبطوه يعني هم احبطوه طيب ده بالنسبة للمخطط بتاع المحلة تعالى بقى ندخل على المواضيع التانية مهمة نزلت صورة حتى نزلتها على الصفحة على الفيسبوك عندي عبدالله جمع متصور مع يوسف اسامة ومتصور مع سيف جعفر والدنيا حلوة وبيتحاكوا مع بعض وانبالح الكابتل اسامة نبيه منزل صورة وهو مع امير مرتضى وعمالين بيتحاكوا مع بعض وعمالين بيزبطوا مع بعض والدنيا حلوة والدنيا جميلة وقبل كده قالك شيكابالا وزيزو تخنقوا وقاعدوا يعملوا اللي هي الحركة الشهيرة دي بتاعة البوكس دي كل شوية غيروا غيروا باقتوا حاجة في منتهى الإج حاجة في منتهى الإج غيروا ما عندكوش ابتكر انتو قطيع في كل حاجة انتو قطيع في كل حاجة غير مش كل شوية تعمل أخبار فيك على الفريق المواضيع دي قدمت المواضيع دي قدمت فعجبني او الصورة اللي نزلها عبدالله جمعة ويب ينفي كل الإشعاعات اللي اه اتكلموا فيها اللي ناس يعمل لايك وشير بفكره اعمل لايك جبار زي ما قال ايه المستشار تعال بقى ندخل على الزمالك وأخبار الزمالك بص انا بختلف كتير مع ميدو ميدو مش ميدو اللي على اليوتيوب لا ميدو اللي هو العالمية بختلف كتير مع ميدو ميدو من وجهة نظر يعني بيحب نفسه بيحب مصلحته حسان لبيب موجود حسان لبيب راجل كويس مستشار مرتضى منصور مستشار راجل كويس حسان لبيب يمشي حسان لبيب راجل وحش مستشار مرتضى منصور يمشي مستشار مرتضى منصور وحش ميدو مع اللسان ميدو مع اللسان محدش هتسمعو بيتكلم بالجرأة دي وبايع بطاقته ومقطع بطاقته ورغم كده رغم ان انا عارف ميدو بتاع مصلحته قوي ميدو ونجم تاني في الزمالك اعلامي نجم اعلامي في الزمالك وعلى قناة الزمالك برضو بتاع مصلحته قوي مرتضى منصور يمشي يبقى وحش مرتضى منصور يجي يبقى حلو افتكروا بس وللاسف انا بحب الاتنين يعني ميدو والكابتن التاني ده المهم ميدو اتكلم فتح دمل عارف لما تفتح دمل ميدو فتح دمل وطلع سر على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بنادي الزمالك او جزء منها مش كلها ميدو قال لك ان الصفحات دي وخلي بالك الكلام ده مش عيب لان الكلام ده موجود في الاهل وطلعين بيفضحوا بعض دلوقتي ومطلعين فيديوهات وبيشتموا بعض وده خد خمس تلاف جنيه وده كان مش عارف واخد فلوس من المسئولين مش عارف في فين عشان خاطر يشتم مين كلام ده في السوشيال ميديا عادي وهتلاقوا ناس كتيرة في السوشيال ميديا وصفحات خاصة على الفيسبوك هتلاقوا صفحات ممولة عشان تشتم ناس بعينها خدوا بالكم من النقطة دي ميدو قال لك في جزء من صفحات السوشيال ميديا الخاصة بنادي الزمالك او اللي بتتكلم على نادي الزمالك يعني ممولة وفي ناس اعداء للمستشار مرتضى منصور بيصرفوا عليهم وبيضهم فلوس عشان خاطر يشتموا ويغلطوا في نادي الزمالك ويوقعوا نادي الزمالك ويوقعوا مرتضى منصور ويوقعوا الفريق عشان خاطر مصلحة الناس اللي بيصرفوا عليهم والكلام ده موجود في الاهلي وانا مش عايش بس اقول اسماء انتو شفت فيديوهات طالعين بيشتموا بعض وده بيطلع لده تسريبات وده بيطلع لده تسريبات وبيطلعوا فيديوهات وانت عبطت لا انت اللي عبطت لا انت عبطت خمسة لا انت عبطت عشرة فده موجود في السوشيال ميديا الاهلي وسوشيال ميديا الزمالي موجود في الاتنين موجود في الاتنين فميده فتح الدم لده وانا احيي ميده على الكلام اللي قاله لان فعلا في صفحات ممولة ضد نادي الزمالك وضد رئيس نادي الزمالك وضد استقرار نادي الزمالك